أبقى ضربة البداية مقالي ومقاله لم الشمل الرياضي الحقيقة مبارحة بشموندس يعني حظيد بدعوة من نادي روتري هليوبلس النزهة لإقام ندوة تحت عنوان لم الشمل الرياضي ونبذ التعصب وإزاي ترسيخ وتعزيز قيم الانتماء الرياضي بعيدا عن مساوى التعصب كان معايا فيها صديقك العزيز الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريد الشروع وعضو مجلس الشيوخ الحقيقة الندوة كان حاضر فيها المستشار ماركو نصيف سكرتير رئيس نادي روتري هليوبلس النزهة وسكرتير فخر الدكتورة ليندا نبيل والمحافظ المسمى للروتري الأستاذ حسان فرحات ورئيس لجنة الإشهار المستشار مايكل نصيف دار الحوار في قصة الأهل والزمالك وإزاي العلاقات الإنسانية بين الجماهير والمنتمين وكان حاضر صديقك العزيز وبيسلم عليك الدكتور عبدالله جورج ياه عبدالله جورج سعد واحد يعني أنا حتى قلت له قلت له طيب جورج سعد الراجل كان عضو في النادي الأهل أنا زملته يامل فقلت له اللازم قلت له أنت كده لازم أن تكون عضو في النادي الأهل ما تقول ليش أنه جورج سعد كان عضو وأنت لا لا بس جورج كان اسمه كبير مشاجع زمالك وعضو عامل في النادي معلش وكان طول بسار كبير مشاجع لهذا العضو عامل في الزمالك بصل على أخير وأنا الشركة عندنا عملت لنا عضويات عاملة في نادي كانت المسألة كده أنا زملت الأستاذ جورج سعد في المكتب تنفيذي مشترك تحكيني بقى على فكرة يعني احنا تكلمنا كتير على المشهد اللي فيه وأسبابه وإزاي خروج أسباب التوتر وأسباب الغضب اللي أسائت وأثارت هذه الأحداث في الفترة الأخيرة وكان الدكتور عبدالله جورج سعيد بأن الأجواء فيها نوع من التنقية وأنه حتى نادي الزمالك بيستفيخ من أسباب كل ما حدث الكلمات راحت في سكة إزاي اللي جاي يعني أنت خبيت علي ها وفجأتني شوف أنا السهلالة بتاعت كانت إيه إن الثقافة أي والأفكار أي هي اللي بتعيش مش الأفراد أي المشكلة يجي يقول لك إيه ما هو أنت عايزين إيه ما هو فلان الفلاني مش موجود يا أخوانا هي المشكلة مش في فلان الفلاني بس فلان الفلاني ده له أسلوبه قد يكون نور وضخم من المشكلة أو ساعد على زيادتها ولكن أن يغيب الشخص فتبقى الثقافة هي هي وعناش حاجة أي الأصل أن الثقافة تؤثر على الشخص عشان تجبره أن يبقى أسير هذه الثقافة الحميدة النهاردة النادي الآلي صعب تلاقي أي حد يخرج عن تقاليده على طول يبقى وتلاقي مئة واحد يرجعوه دي مش بتاعتنا دي مش أصلنا دي أي فلما أنت تيجي مثلا ترد على الدعاءة بتحصل ضد النادي الآلي أنت مش بتهاجم الزمالك أنت بتهاجم أولئك الذين يدعونا انتماءهم لنادي الزمالك أنتوا بتاخدوا الزمالك وبتاخدوا الآلي الفين أنتوا ما تقولوش على الكلام ده لأنكوا أنتوا أكتر ناس مش بتطبقوا على نفسكوا شكرا